السلام عليكم معاكم مس امنيا في بيرد بوكس ادارة جروب هنذاكر الدرس بتاع يونة الساكسف ست ابتدائي عن احلى حاجة وثيقة وميوزيكال انسترومنتس كتير عندي عشرة هنتعلمهم اللي هما اسمهم الادوات الموسيقية الالات الموسيقية زي التوبة انا حاولت ارسمها لقدم اقدر شكل التوبة وفتكروها كده ان لازم اعرف الشكل مع الرسمة بتاعة الالة عشان لما يجي لك صورة بتاع تتكلم عنها وانت عارف الالة دي اسمها ايه توبة فلوت المزمار فلوت سامبلز الساكات او مش عارفها شكلها كده بيخبطوا فيها زي الفون اللي هو الاكسلي فون البيانو هارب الالة الهارب ريكوردر هي الفرق بين الفلوت والريكوردر ان الفلوت بتتمسك بالعرض لكن الريكوردر بتتمسك بالطول تشيلو اللي هو كمانجة كبيرة شوية ترامبت زمارة او ترامبت درامز اللي هي الطابلة هناخد في اليونت دو سؤال اسمه هاو كيف عزفت على الالة هاو قبل بس ما اخد السؤال لازم اعرف الفر ايه هو الحال والصفة الحال والصفة الادجكتف والادفرب الادجكتف اللي هي الصفة هي كل كلمة هي كلمة بتصف الاسم اهم حاجة ان هي بتصف الاسم صفة بتصف الاسم الحال هي كلمة بتصف الفعل يعني ازاي الفعل ده حصل الفعل ده حصل بسعادة بحزن بسرعة كل الكلام ده اسمها حال طيب ايه الفرق بين الصفة والحال الصفة هي الحال هي كل صفة متضف لها الواي الحال هو كل صفة متضف لها الواي معادة خمس صفات او خمس حالات حال بس شاز بيبقى مختلف من الصفة والحال يبقى الحال هو كل صفة متضف لها الواي يبقى نحط للصفة الواي عشان تتحول لمين الحال الحال بيصف الفعل لكن الصفة بتصف الاسم طيب هنتيكم كم مثال كده هنشوف نحط حال ولا نحط صفة لو انا هكتب هي is a space boy هي walks to school space هنختار هنا happy ولا happily اخيرها y انا لما حط الواي هشتب الواي هحزفها وحط اي وانزل ال الواي happily طيب هنشوف الجملة الاولية الجملة الاولية بيقولك he is a نقط boy في شرطين اتحققوا ان انا هاختار في الجملة دي صفة الشرط الاولاني ان الصفة بتيجي قبل الاسم ادي boy وبوي ده ايه اسم الشرط التاني ان الصفة بتيجي بعد verb to be مين هو verb to be am و is و are يبقى انا شرطين عندي يبقى انا هاختار هنا على طول ايه الصفة يبقى اختار happy طيب الجملة التانية he walks هو بيمشي او to school بيمشي الى المدرسة نقط space هنا المفروض احط صفة ولا حال المفروض احط حال عشان ده بيصف الفعل walks ده ايه الفعل بتاعنا يبقى هنا احط الحال والشرط التاني ان الحال دايما بيجي اخر كلمة في الجملة خلصت الجملة وفيه فلسطوب يبقى نختار الحال يبقى هنا احط مين الحال يبقى ده الفرق بين الصفة والفرق بين مين الحال الصفة هي كلمة بتصف الاسم وبتيجي قبله او ساعات بتيجي بعد is يعني احمد is happy احمد يكون سعيد احمد is sad حزين احمد is a quiet boy ولد هادئ هنا هختار حال عشان يخلصت الجملة واخر كلمة في الجملة بحط حال وعشان الحال بيصف الفعل عملنا ازاي عملنا الفعل ازاي بالحال ده زي ايه الحال زي happy happy sad sadly slow slowly quiet quietly هادئ بهدوء quick سريع quickly بسرعة او سريعا ما هذا الافعل حول الشازة اللي هي good جيد دي الصفة عشان احولها الحال بحط مكانها will الحال بتاعها will عندي fast سريع وبتيجي كتير في الانتحانات تحت سنة ستة fast سريع عشان احولها الحال تنزل زي ما هي fast عندي late متأخر عشان انزلها تنزل زي ما هي late عندي hard صعب تنزل زي ما هي hard هما الاربع دولة الصفات او الحال الشواز اللي هما مش بيتغير حاجة فيهم بين الصفة والحال طيب نرجع بقى للسؤال بتاع السؤال بتاع السؤال بتاع بيقولك كيف كيف عزفت على الآلة في زمن الماضي السؤال بتاع بتكون من خمس كلمات اثنين تلاتة اربعة خمسة هاو هاو دد لما بنجي في الترتيب نبدأ بهاو دد الفاعل هي او شي او زي او اي او اي او اي حاجة نسأل عنه هاو دد الفاعل بلي زى اسم القالة ده السؤال بتاعي ده السؤال بتاعي لما جرتبه هاو دد الفاعل بلي زى الالة هاو دد الفاعل بلي زى الالة بجاوب عليه السؤال ده بجاوب عليه بالحال كيف عزفة بقالة تشله لو مثلا لو انا عندي صورة فيها ولد وبيعزف او في صورة توبة بيعزف التوبة هاسأل سؤال هاو دد هي بلي زى توبة حطوا كويتشان مارك عشان نخلص السؤال جاد تعالوا بقى نرجع ازاي نجاوب على الاسئلة لو انا عندي سؤال او في دد او دو او دس يبقى انا بحزف اول كلمتين وبنزل من غير مقص دي قاعدة ثابتة انا حزفت كلمتين اللي هما هاو وبعديها دد يبقى نزل من غير مقص ما عملش مقص حزفت اداة الاستفهام فقط يبقى انا لازم اعمل مقص ان انا ابدل الكلمتين يبقى ابدأ بهي طيب فاكرين دد دد هي القطة بتاعتي يبقى انا لازم ارجع ال اي دي اللي هو الفار يبقى هي بلايد هحط لها اي دي هي بلايد زا توبة هو عزف التوبة شوف بقى عزف مسلا بسعادة يبقى نحط الحال بتاعنا ايه هابيلي ولازم اختار هابيلي اللي هي الحال اللي هو فيه الواي عشان ده بيصف الفعل وحاجة تاني نوع اخر كلمة في الجملة فيه حاجة تاني كلمة بلاي في اليونة ده او في سنة ستة ليها ثلاث معينة كلمة بلاي دايما كنا بناخدها بمعنى يلعب كلمة بلاي المراضي لو جي بعديها آلة موسيقية بمعناها يعزف كلمة بلاي لو جت اسم قابليها آة او قابليها زا معناها مصرحية شكرا ليكم يا رب اكون افدتكم بحاجة صغيرة مع السلامة اشتركوا في القناة